سبع الخير او مساء الخير على برج العزراء. اه برج العزراء اللي قرأة نهاردة العاطفية لك نخش على الطاقة العامة لك. اه برج العزراء اه انت خارج من علاقة اه او في علاقة ولكن شاعر بان هي اه في نهايتها او متقلم من شيء حدث فيها نجمانة قوي على الاشياء اللي عملتها وقدمتها في العلاقة دي. بالضبط وبتفكر في الرحيل بالفعل. زعلان قوي على الحاجات اللي عملتها كتير قوي. ولكن اه من يعني انت زعلان على الباص في العلاقة. ولكن في حاجات تانية حلوة في العلاقة. ما انت شايفة يا برج العزراء. ومقرر الرحيل. ولكن اه في حب في العلاقة دي قوي. انت قد بتحب حد او 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 هو بيحبك مزالي يعني. طب نشوف كده. مشاعر. اه. انتو خبرتوا ببعض ما لقيا. يا رب ان هي تطلع حلو. ان شاء الله حلو. برج العزراء زي مقلتلك انت خارج من العلاقة او في النهاية بمعناطك. يعني خلاص بتقفلوا العلاقة مع بعض. جراحته البعض قوي. اه هو متقلم منك قوي 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 قوي. اه ام يعني في قمة الالم. في قمة الالم. اه ممكن تكون قلت البعض كلام سخيف. اه ام وجهت له اهنات. واجه لك اهنات. لان اه. انت شاعر بانه خدعك. وشاعر بانه ضحك عليك. بص انت انت مدمان. انت في شد ندمك. انت زي ما تكون بتقول يا ريتني ما دخلت من العلاقة دي من الاول خالص. يا ريتني حتى ما ما فكرت فيه. فا ولكن في قدين في الاخر يا برج العزراء ما انت شايفه. ممكن تكون انت ظلم الشخص ده. ممكن. لانه متقلم اول. حتى لو بيظهر عكس ده. ولكنه في قمة الالم. الحصر والندم. وفي قمة الوجهة. وانت شاعر بانه خدعك. وضحك عليك. ممكن يكون خبه عليك انه بيعرف حد تاني. او ممكن تكون اكتشفت شيء تاني. ممكن تكون اكتشفت طرف تالي. في العلاقة. ممكن يا برج العزراء. وانت كنت بتحبه قوي. لانه هو اخد تلات سيوف. ممكن يكون تكون برج. اه قصدي ممكن يكون علاقة سلاسية. فعشان كنا انت حس انه بحك عليك. وانا شخص ده كان دهب. وكان بيبحك عليك كل الفترة اللي فاتت دي. اه طيب. هو شايفك ازاي? شايفك ان انت شخص اه شايف ان انت متقلم. يعني هو هو متقلم. وشايفك كمان ان انت متقلم. يعني هو عارف ان انت تعبان. وممكن يكون اه يعني انت متدير وش ان انت مش همك حاجة بص ان انت ماشي ومتديره دهرك بس هو عارف ان انت تعبان على فكرة. وعارف ان انت متطلع له الوش الخشب ده وان انت مية مية ولكن انت تعبان. ما بتنامشي. بتفكر في كل حاجة حصلت. وانتو الاتنين قمبطتوا ببعض وخلاص. انت شايفه ازاي? اه انت شايفه ان هو بيدافع عن نفسه. اه ممكن نقول ان انت اكتشفت حاجة عن الشريك برج العزراء. ولما واجهته بالشيء ده هو بدأ يدافع عن نفسه. ويقولك لا والله ما حصل. والله انت متهمني وتقوله لا انت كدب. انت شخص مخادع. انت خدعتني. انت فحكت علي. ووووووووو. عشان كده هو مجروح منك. وتعبان اوي 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 والله ما عملت. والله ما سويت. والله ما عملت اعمل حاجة. وانت ازاي اعلان عشان كده بقولك انت في حاجتين مش شايفهم برا. انت ببدي بص بص على التلاتة اللي مندلقوا. وسايب الكوبين اللي ورا. ممكن تكون ظلموا يا برج العزراء. اه برج العزراء مشكلته انه هو بيحكم على الحاجة هو ده. مش هتزحزع مش هتتحفح. وبيحكم على ناس بسرعة. طب هو ايه الخطوة اللي عايز اخدها بقى? يعني بعد التلات سيون دي ايه الخطوة اللي عايز اخدها? الغريب ان هو عايز استقر معاك. شوف اما بقولك الغريب بقى ازاي واحد مجروح من واحد عايز استقرر معاك. هو بيحبك. وشايف ان دي العلاقة المسالية ليه اصلا. امال ايه اللي حصل? انا بقولك انت ممكن تكون انت ظنت في ظن محش. يعني وصل لكلام عنه ان هو عارف حد غيرك. وهو مش عارف حد غيرك ولا حاجة. ولا في اي حاجة تاني. وممكن يكون فعلا هي علاقة سلسية? وانت عرفت بالطرف التالت ولكن انت الشخص الاصلي عنه. ممكن يكون التالت ده بيتسلى معاك او علاقك كده يعني عشوائي. اه لكن انت الاستقرار. انت الزوجة او انت الزوجة. انت شخص مستقر معاك. اه الخطوة اللي انت عايز تاخدها يا برج العزراء طبعا باين جدا. انت عايز العدالة تحصلها. انت تعبان او على فكرة. اللي علمك. انت حاسس بالخديعة. وعايز بقى العدالة اللي هي. اللي هو القرمة تحصل. وبتقول ان القرمة دي لازم تحصل في العلاقة دي. او بتقول ان ان انا امشي واسيب العلاقة هي دي. دي لك قرمة. فعشان كده انت ماشي. انت فاق انت بكرر تمشي. وبتقول في عالي بالك ان هي دي ايه دي العدالة. هي دي العدالة اللي مفروض تحصل. العدالة ان انا امشي او العدالة ان هو يجي بقى ايه يصلح الموضوع ده كله. الاخر كده على البلاطة. فهو شايفك الاستقرار. مش شايفك سوري هو عايز يعمل استقرار. وانت عايز العدالة بالاخر. العدالة بقى ايه لو هو في طرف تلت? لو سمحت اتجاوزني. واسيبت من طرف تلت ده. او لو سمحت لو انت سيبت طرف تلت ده وركز معايا. لو هو بيقرع البنات لو سمحت سيبت من البنات دي وركز معايا. اه لو هو جرحك اتفضل صالحني وفهمني. ليه بقى بقول كده? لان اه لانه شايف العلاقة هو اصلا شايف العلاقة اه ممكن تكون بيتعامل مع حد من برج دي وزيء. اه شايف العلاقة ان ان هي دي العلاقة اللي هو كان يطمح بيها. العشاء. زلا فرصة. شايف ان انت السلمي بتعرس. انت الاستقرار. انت اللي هتحقق له كل حاجة في الحياة. والله هو تعبان جدا. مجروح منك اوي. كانتش متوقع ان ده يحصل على فترة. انت شكلك ظلم يا برج العزراء. لانه بيحبك اوي. وممكن يكون فعلا يعني مش خدعك. خب عليك حاجة. ولكن هو في الاصل شايفك الاستقرار. وشايف ان انت السلمي بتاع. وانت الشخص اللي بيحبه وهيفضل يحبه. طول العمر بقى. شايسيبه ابدا. وانت كمان شايفه الاستقرار. مش بقول لك انت ظلمو. انا بقول لكم برضي العزراء مشكلته بيجا سرع. انا بقول لك انت في حاجة وصلت لك على شخص ده. وخدت القرار سريع. باي 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 باي. وشايف ان هو ده انه منفروض يحصل لأ مش هو ده. عشان ده الاستقرار. دي العلاقة دي استقرار. انت شايفة انها استقرار على فكرة. وشايف ان هي حاجة حلوة. وهو كمان شايفك انت السلمي بتاعه. فليه بقى ده? ليه ليه ده دي كله. اه سوريا انقطع شوية الفيديو. كامل مع بعض. فالنصيح عليك ان انت خد قرار بقى. وبطل بقى اللي بداه كل اه فورك اللي عزراء. ما سمعت. وبطل بقى حوار انت بتخدعني. وتوجه اتهامات للطرف التاني. على اسس غير مبنية اصلا. ما بيش حاجة مبنية بكلها اوهام في اخرج بقى من ليلة العشر سيوف دي اخرج. اخرج بقى يا برجل عزراء من ليلة دي. خد القرار بقى كده انت متقبس عشر سيوف وبوه شايفك انت كمان التسع سيوف. انت عامل يعني بتلهم نفسك بالن شخص اللي معك قدد. وانه نصاب. وبيخدع. وحرام. كل ده فيه. هو راجل ولا في حاجة. راجل بيروح ينام. ويسعى الصبح. يلاقيك بقول له اه ها قددت الصحرة مع مين النهار دي ستي والله قددت ولا بتاع. اخرج بقى بره دي. واخد بقى قرار بقى حزن بقى مع نفسك. واعدل امورك. واعدل امورك. واعدل تفكيرك. اه راجل بيحبوكم يعني يا مجل عزراء. يا مليا كتر من ده مش عارف. مجل عزراء بيصدو احكام على الناس في ثانية. في متسرق اصلا. يعني برج ترابي. بس متسرق. طبعا بتتعاملوا مع برج ترابي. او برج مائي بردو. طب نشوف المبتعدين عن بعض. او شخص ما بتاعد عمر وادل عزراء. مشاعره ايه? تبت ده ظهرتهاي. ظهر ان الشخص اللي انت في الاولاني. اللي انت قفلت معا ده. ميته ايه طيب ليك? ده تعبان قوي. واخد تلات سيوف ودل عشرة مينهم. يعني انت هاريته. ده انت قلت له تعالى بقى مستلمك. ميته ايه? حرام والله حرام اللي بيصل ده. مش معقولة. مش معقولة يا ورج العزراء. بقى تعمل منك وفي نفس الوقت ممكن يكون ده سيناريو تاني. انا هشوف بس كده اتأكد من حاجة. لو ها مش السيناريو الاولاني فان هشوف السيناريو التاني. هل ممكن يكون عايز يخرج بقى من الكوكب اللي عصدت في دي ولا ايه? اه. ايو 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 ايو. اه اه تعبان قوي 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 واخد تابع للعشر صيوف. وآآ يعني شوية غدر لطيفة. هو عايز يعمل ايه? نيته ايه بعيد? نيته ان هو يخرج بقى بره الليلة اللي هو عملها دي بكل مقدور يمشي. من ايه من العلاقة? لا يمشي من ايه من اللي حصله ده كله عموما ويستريح. لانه تعب قوي عشر صيوف كتير عليه. كتير عليه قوي برج العزراء. لو انت اللي عملت فيه كده فعلا. وآآ وطبعا حاسس بالغدر طبعا. وبس نيته مش يخدر. لا هو نيته يخرج. يخرج. ويعود بقى التوازل تاني لحياته. ويحتفل بقى باللي عليه. تمام? ويكون برضو ممكن يكون ناوي يرجع. عايز ياخد قرار اهو. اه. ممكن يكون عايزي بديك فرصة تالية. نرجع مع بعض ونكمل مع بعض التسع كبات. بس هياخد فاطل الاستراحة الاول. وبعد كده هعايز يرجع. وكده ده بديده. اوكي? وممكن طبعا سنالي تاني ان الشخص آآ مجروح منك قوي قوي قوي. ونكرر ان هو يخرج بورا العلاقة. ويستريح بقى وبعد كده يبتدي ده بديده مالاسه. خالص. ده ده آآ يعني يبتدي خالص بقى ويبص لحياته ويبتدي بداية جديدة مع نفسه ولكن قرار حازم يعني ما فيهوش رجع. يبص القدام ويمشي. السلام عليكم السلام. لما هو يعني على اخب خالص. افاقد ان هو ده الشخص الاولي مني. وممكن يكون العكس. انتو اللي تعبانين وهو اللي غطل فيكم. طيب الجاي بطريقة ايه منك العزراء? لو انت شخص عايزي فمش مفتبط ولا حاجة. من الزكار جات. من انكم عزيزي بقى فانغير الكروت كده عشان نغير حاجة. شخص انجير طريقك. مشاعره ايه? شخص اللي جاء بطريقك اه شخص ممكن يكون كان مبتعد عنك. وعايز يرجع مرة تانية. لان مشاعر جديدة عايز يعمل مشاعر جديدة ان مشاعره ماتت تقريبا. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره دي. وممكن يكون شخص برضو جديد خالص ما عارفاكش. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره. ونوية على ايه? طبعا بكرت الهمور كله. هنشوف دلوقتي باندون. ودحاط. كما نبرجي عزيزي وبرجي الجرزاء اللي قراءة بتاعتهم بيجبقة غريبة. ترجمة نانسي قنقر